برامج ادوبي دخلة في كل حاجة تقريبا يعني لو عايز تصمم او تعدل على الصور فعندك برنامج زي الفوتوشوب لو عايز تعمل لوجو احترافي مثلا فعندك برنامج إلستريتور ولو عندك فيديو وعايز تعمل منتاج او موشن جرافيك فيه فعندك بريمير برو وافتر ايفكت وغيرها من البرامج اللي لاغنة عنها في كل المجالات زي ادوبي ايو ديشن لتعديل الصوت وادوبي اندزاين لتصميم الصفحات والقطب وغيره واكيد مش هنكر قوتها وان ملهاش منافس تقريبا بس مشكلتها الوحيدة هي الاشتراكات والاسعار فعشان تحمل برنامج واحد بس منها هتحتاج اشتراك شهر كبير جدا ولازم تجدده كل شهر وده طبعا ممكن يخليك ما تبدأش اصلا في مجالك النفسك تتعلمه زي مجال الجرافيك مثلا ومؤخرا هو مش مؤخرا قوي يعني زارت برامج مجانية كتير جدا بتنافس كل برامج شركة ادوبي في منها المدفوعة ومنها المجانية وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن كل بداية البرامج ادوبي المجانية اللي تقدر تحملها وتثبتها على جهازك بشكل مجاني تماما وانا بشوف ان ده من افضل الحلول بدل ما تروح تحمل باتش او كراك عشان تفعل برنامج زي الفوتوشوب مثلا والمصيبة لو كان في فيروسات ممكن تدمر جهازك وملفاتك ومشاكل كتير ممكن تستغنى عنها لو حملت البرامج المجانية دي ولو خايف من نقطة ان البرامج المجانية دي ملهاش شروحات او مفيش حد يعلمك فحب اقولك ان اولا الوجهة بتاعت موظم البرامج دي مش هتختلف كتير عن شكل برامج ادوبي يعني هتبقى مألوفة بالنسبة لك لو استخدمت فوتوشوب او بريمير برو مثلا قبل كده وسانيا هتلاقي كل البرامج المجانية دي ليها شروحات كتير جدا على يوتيوب مثلا فتقدر تكتب اسم البرنامج وكلمة توتوريا لجنبه وتتعلم من قنوات اجنبية قوية جدا في المجال اللي انت عايز تتعلمه وياردت تكمل الفيديو للاخر عشان فيه هدية لك هتعجبك بإذن الله فصل لعنبي وعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ الفوتوشوب الغاني عن التعريف طبعا وعرشح لك دلوقتي تلت برامج تقدر تستخدمهم كبديل ليه الفوتوشوب البديل الاول فوتوبي او فوتوبيا ودي اداء اونلاين انا بستخدمها شخصيا تقدر تشتغل بها من موبايلك او الكمبيوتر وبتدعم كل الصيغة اللي احتحتاجها زي امتداد رو وبي اس دي عشان تقدر تعمل تعديلات بتاعتك على الفوتوشوب مثلا واكبر ميزة في الاداة دي ان الوجهة بتاعته شبه وجهة الفوتوشوب جدا فلو كنت استخدمت الفوتوشوب قبل كده هتلاقيها مألوفة جدا بالنسبة لك والموضوع هيكون سهر جدا معاك وانت بتشتغل بها نروح للبرنامج التاني وهو على الكمبيوتر او اللابتوب هو برنامج جنب وده من اشهر بداء الفوتوشوب ومجاني بالكامل وتقدر تشتغل بها على ويندوز او على ماك لو بتستخدم اي نظام منهم وحجمه مش كبير قوي حوالي 300 ميجا تقريبا فتقدر تنزله وتستخدمه بكل سهولة وهتلاقي فيه كل الادوات اللي انت محتاجها عشان تصمم صورة كويسة جدا واللي معظمها متاخدة من فوتوشوب البرنامج التالت فوتو سكيب اكس وده اداة خفيفة جدا بتشتغل على ويندوز والماك تقدر تصمم عليها كل صورك بسهولة وهتلاقي فيها كل اللي محتاجه عشان تطلع صورة احترافية كويسة جدا فلو بتبدأ فعالة من تصميم ارشح لك الاداة دي وبقوة وممكن بعد كده لو حبيت تستخدم الفوتوشوب تكون قطعة شوت كبير في الطريق ده وده كده بالنسبة لبدائل فوتوشوب ودلوقتي هرشح لك برنامجين بدائل جمدين جدا واول برنامج هو وده من تطوير شركة برنامج جيمب بديل الفوتوشوب اللي اتكلمنا عنها من شوية واللي بيميز البرنامج ده غير انه مجاني طبعا انه مفتوح المصدر وبيتطور دايما كمان هتقدر ترسم به سور فيكتور والواجهة بتاعته شبه الاللستريتور بشكل كبير جدا بس للأسف هو بيشتغل بس على نظام الويندوز فهتقدر تحمل وتشتغل به ومش هتحس بأي فرق بينه بين الاللستريتور والبرنامج التاني هو لينيارتي وبما ان اول برنامج بيشتغل على ويندوز بس فالبرنامج ده بيشتغل على اجهزة الماج بس برضو فهتقدر تحمله مجانا وتلاقي فيه كل الادوات اللي محتاجة للتصميم بس لو عايز ادوات وامكانيات اكتر تقدر تشرك في النسخة البرو من البرنامج ولكن لو عايز تعتمد على النسخة المجانية بس في شغلك فتقدر بكل سهولة تعتمد عليها وهتطلع شغل احترافي جدا هتكون مبسوط بيه ونيجي دلوقتي لبداء البريمير برو واول برنامج معنا هو ديفينج ريزولف وده برنامج غناء عن التعريف دلوقتي من اشهر البرامج في تعديل الفيديوهات والمنتاج وهتلاقي في النسخة المجانية منه ادوات وامكانيات هتخليك تطلع فيديوهات احترافية بكل سهولة حاجة مثلا زي تعديل الالوان والدمج من الفيديوهات والتأثيرات حاجة خرافية جدا انصحك جدا ان ان انت تحمله وهتنسى تماما البريمير برو فالبرنامج من تطوير شركة بلاك ماجيك بتاعت الكاميرات وتقدر تحمله مجانا زي ما قلنا لأي نظام بتستخدمه سواء بتستخدم ويندوز او ماك البرنامج هشتغل معاك بدون اي مشاكل وتاني برنامج هو كيدن لايف واللي قدر اقولك عليه انك هتعمل منتاج للفيديوهات وانت مسترايا فتقدر تحط اي عدد من الفيديوهات والصور وتكتب على الفيديو وكمان تعدل على الالوان بتاعت الفيديو بتاعك يعني حاجة اخر دلع بصراحة والجميل في الموضوع ان مفيش نسخة مدفوعة فتقدر تنزله على جهازك باقي نظام بتستخدمه زي الويندوز والماك ولينوكس بشكل مجاني تماما وتستمتع بكل المميزات اللي فيه ودي كده كانت بدائل بريمير برو ودلوقتي اعنا التكلم عن بدائل افتر ايفكت والفرق بين بريمير وافتر ايفكت ان افتر ايفكت متخصص اكتر في انتاج الافلام وعمل تأثيرات الموشن جرافيك والكلام ده واول بديل معانا هو بلندر وده من احسن برامنج السريه دي والموشن جرافيك اللي هتشوفهم في حياتك وده لانه برنامج قوي جدا في المجال اللي هو فيه بيقدر يغنيك بشكل كامل عن شكل كتير في افتر ايفكت وكمان حجمه صغير جدا ومشتغل على كل الاجهزة وكل الانظمة زي ويندوز ونينكس وماك وكمان هتلاقي في الموقع الرسم بتاعهم مكتبة مشاريع من المطور نفسه بيعمل مشاريع تقدر تحملها وتعدل عليها بالشكل اللي ينزبك البرنامج التاني او البديل التاني هو ناترون هتلاقي فيه ادوات كتير جدا هتساعدك تصنع فيديو تكون رضي عنه تماما زي اداة التراك انك تعمل تطبع لجزء معانا في الفيديو وتعديل الالوان ودمج الاشكال والشخصيات وتغيير الزوايا بالشكل اللي رايحك وحاجات تانية كتير تقدر تكتشفها بنفسك لما تحمل البرنامج من الموقع الرسمي وطبعا نرتون متاح مجانا لكل الانظمة زي ما اتكلمنا وهسيب لك لينك التحميل في الوصف ودلوقتي هنتكنا مع ان بداء البرنامج تعديل الصوت ادوو اي ديشن واول برنامج معناه هو اودا سيتي واللي انا بستخدمه بشكل شخصي في تعديل الصوت على اي فيديو بعمله واللي معمول بالفيديو اللي انت بتسمعه ده اودا سيتي برنامج مجاني ومفتوح المصدر تقدر تحمله لو بتستخدم ويندوز او لينوكس او ماك وحجمه صغير جدا وبيشتغل على كل الاجهزة وكمان بيدعم اللغة العربية عشان تقدر تتعامل معها بكل سهولة وكنا عملنا شرح كامل البرنامج على القناة هتلاقييني سايب لك لينك الشرح في الوصف والبرنامج التاني هو البرنامج ده هتلاقي عليه كل الادوات والفلاتر عشان تعمل هندسة صوتية مسالية لأي صوت عندك واه هو مجاني لكن عيب الوحيد انه مجاني لمدة 3 شهر بس وبعدين لازم تشتريه فتقدر دلوقتي تجربه وتشوف مميزاته ولو عجبك تقدر تشتريه او تعتمد اعتماد كامل على برنامج audacity واللي بصراحة مش هيقصر معك في اي حاجة وهيعملك المطلوبه زيادة فدي كده بدائل البرامج المهمة وسريعا هقولك على بعض برامج ادوبي وايه افضل بدائل لها بالنسبة لبرنامج ادوبي اكس دي هتلاقي احسن مديل ليه هو اداة فيجمة وطبعا دلوقتي دي غنية عن التعريف ويه برنامج بنسل بروجيت ويه بالنسبة لبدائل ادوبي اندزاين هتلاقي عندك برنامجين اول برنامج اسمه اسكريبوس وطاني برنامج او اداة هو موقع كانفا وطبعا دلوقتي هو غنية عن التعريف وبيشتغل على كل الاجهزة باعتبار انه اداة انلاين وعشان تعدل على الوان الصور فجبتلك بدائل لايترون البديل الاول برنامج روث رابي وطاني بديل هو برنامج دارك تابل والاتنين طبعا تقدر تحملهم مجانا ويه وصلنا جزء الهداية هدايتك بقى اني جمعتلك لينكات تنزيل مباشرة لكل البرومج اللي اتكلمنا عنها دلوقتي مع شوية معلومات عن كل برنامج في موضوع واحد وهتلاقي لينك الموضوع برضو في الوصف ويه بس كده اتمنى تكون حالة النهاردة كانت مفيدة وخفيفة عليك ولو كنت قبل كده استخدمت اي بديل من اللي اتكلمنا عنهم ياريت تقلنا رأيك فيها في التعليقات عشان غيرك يستفيد ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة لو مهتم بالنقضة من المحتوى وتشارك الفيديو مع كل صحابك المهتمين بالجافة شكرا لمشاهد الفيديو اشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله وفي امان الله